بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب العزاء في مقرر علم النفس التربوي نبدأ في هذا المقرر بالنشاط الأول النشاط الأول متعلق بمعارفة الأشياء اللي انت تعرفها مسبقا ثم ماذا تريد أن تتعلم في هذا المقرر ثم في نهاية المقرر ان شاء الله هنتعرف على الأشياء اللي احنا تعلمناها في هذا المقرر تعالوا نروح للجزء الأول أو الفصل الأول اللي بيتعلق بأصل علم النفس التربوي طبعا العلم ظهر في البداية مستقل عن الفلسفة في القرن التاسع عشر على يد عالم اسمه ثروندي وبدأ يتطور أبحاث علم النفس هناك كان اهتمامات كثيرة من علماء في الإسلام زي ابن خلدون وغير من علماء أما في العصر الحديث فهناك بعض العلماء المكتهدين في هذا الأمر زي الدكتور فؤاد ابو حطب أحد علماء النفس المصريين طيب تعالوا نروح نشوف إيه هو تعريف علم النفس السؤال اللي بيطرح نفسه ما تعريف علم النفس علم النفسي بيتكوى من كلمتين كلمة سايكو وكلمة لوجي سايكو يعني نفس ولوجي يعني علم يبقى سايكولوجي اللي هو علم النفس طيب العلم ده بيهتم بإيه؟ بيهتم بدراسة السلوك سلوك الإنسان وسلوك الكائن الحي هذا هو مجال اهتمام علم النفس لأن سلوك الإنسان يمثل محور مهم جدا في دراسات علم النفس وفي مجالات اهتماماته طيب تعالوا نروح لأهداف علم النفس إيه الهدف لعلم النفس؟ عندنا هدفين أساسيين لعلم النفس الهدف الأول خاص بالجانب النظري اللي هو الحصول على المعرفة وتنظيم المعرفة الحصول على النظريات والمبادئ والمفاهيم المتعلقة بعلم النفس التربوي أما الهدف الثاني فهو خاص بمجال التطبيق اللي هو تطبيق النظريات والمعارف اللي هو نزول إلى الميدان لتطبيق نظريات علم النفس في هذا الميدان بكذا أشكركم انتهى لقانا الأول ونلتقي المحاضر القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته